امسية طيبة للجميع مشاهدين الكرامين ما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم الى هذا الموعد حالة الطقس المتوقعة خلال امسية تاليوم بحول الله اضطراب جوي من ضعيف لمتوسط الفعالية سيلتحق بالجهة الشمالية للوطن خاصة الشرقية وتمتد نحو الوسطى كذلك الغربية ولكن على الجهة الغربية ستبقى اقل حدة بداية من اواخر ليلة اليوم ان شاء الله بينما الصفاء التام سيععم تقريبا اغلب الولايات الجنوبية بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة خلال الامسية درجات حرارة منخفضة سنسجلها على كل المرتفعات كذلك المدن الداخلية للوطن ان لا تفوق فيها درجات الحرارة عن السبع درجات بينما المدن الساحلية نوعا ما سنسجل فيها درجات حرارة فوق معدلها الفصلية تتراوح ما بين 11 حتى 13 درجات حتى كذلك على شمال الصحراء 14 بيتين دوف واعلم القياس يقدر ب15 درجات بوسط الصحراء وستتراوح ما بين 8 درجات الى 14 درجات بين منطقة الهوغار والتاسيلي وسولا باقصى الجنوب غدا ان شاء الله تقريبا خلال الصباح الأجواز تبقى ملبدة على الجهة الشمالية الشرقية للوطن في انتظار قدوم اضطراب الجوي بداية من الايام القليلة القادمة سيبقى متوسطة الفعالية كمية الأمطار محتمل تساقطها ستفوق 25 مليماتر محليا على الوسطى بينما ستفوق 30 على الشرقية للوطن هذا مع الايام القليلة القادمة ولكن خلال الصباحة يعني صباحة الغد ان شاء الله الأجواز تبقى ملبدة نوعا ما على الجهة الشمالية الصافية تماما على الجهة الجنوبية درجات الحرارة ان شاء الله المتوقعة كما قلنا ستنخفض على المدن الساحلية للوطن ستعرف نوعا ما تراجع مغاربة بالأيام الفارطة ستصل إلى 22 درجة على المدن الساحلية الشرقية للوطن والوسطى الشرقية بينما الغربية والوسطى تتراوح فيها ما بين 23 حتى الـ 25 الدرجة 18 إلى 19 بالمرتفعات كأعلى مقياس يقدر بـ 30 درجة بين وسط الصحر أصولا بأقصى الجنوب ولا تفوق 28 على شبال صحر أصولا بالجهة الجنوبية الشرقية والغربية حالة البحر تقريبا قليل الإزراب إلى مضطرب مع ظهرة إن شاء الله على السواحل الوسطى والشرقية بينما البحر سيكون هادئ على السواحل الغربية للوطن سرعة رياح فيه تقدر ما بين 15 حتى 20 كم في ساعة على السواحل الغربية بينما ستفوق 30 مع الظهرة على السواحل الوسطى والشرقية اتجاه رياح سيبقى شمال غربي إلى شمال شرقي على طول الشريط الساحلي بالملاحة والصيد البحر وصلنا إلى نهاية النشر الجوية لنهر اليوم نختمها كالعادة بالمعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس بإذن الله الشروق بالجزائر العاصمة وضواحها لنهار الغد سيكون على الساعة سابعة و28 دقيقة متابعة ممتعة مع بقية برامج البلاد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر